السلام عليكم ومرحبا بكم مراتا اخرى في مطبخي وعلاقاتي انتمنى يكونوا كامل بصحة جيدة ربي يحفظنا ويحفظ جميع بلدان المسلمين من هذي الوباء يا رب العالمين. اذا وصفتنا عني نهر اليوم راح تكون الحلوة التونسي بجميع اصار نجاحه سيتم بسطلكم في اه وصفة تاعه خاصة في الشحور سبيسيال تاعه على قد ما نقدر باش نقدروا كامل نديروه خاصة انه على ابواب رمضان يحتجوه في الصهارة تعنا وكذلك في المناسبات تعنا من فيانساي واعراس كذلك انا ما نطولش عليكم ونروحوا مباشرة هنا للمقادر تعنا ناكوش نحتاجو الى مية وخمسين جرام من بودرة البيستاش لك هنا البيستاش دو بخيفيرانس تشريو اللي واجد اللي ما حيواجد تكون لكاليتي تعوه مليحة يكون شوية حار في السومة بس اح لكاليتي تعوه تكون مليحة ماشي كيمال لين نحيوها احنا لو نتاعو ما يجيش اخضر يعني بهذا الدرجة ناك نحتاجي الى مية وخمسين جرام من بودرة البيستاش وثلاثين جرام من السكر ناعم كذلك اللوز نحتاج الى مية وخمسين جرام من بودرة اللوز وثلاثين جرام من السكر ناعم اما شحور سبيسيال عندنا سبعين جرام من الماء سبعين جرام من الفندن وسبعين جرام من شراب لغلوكاس دونك هنا استردعنا لك النجاح الوصفة هو شحور سبيسيال شحور سبيسيال المهم اننا نستخدمو المقادير في في ثلاثة بنفس الكمية لقدرنا لما سبعين نديرو كلش سبعين لقدرنا ثمانين كلش ثمانين ولكن احنا ندرنا سبعين 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 لانو هذه الكمية اللي نحتاجها باش يعني نجمع المية وخمسين تاع البيستاش والمية وخمسين تاعي تاع بودر تلوس راح نحطهم كامل مع بعضهم ونحطهم على النار نبدو نحسبو لهم للغاليين من الناسبة للناس اللي ما عندهاش المحرار راح تخليهم يذوبوا كي تبدأ تغلي المقادير تاعنا تبدأ يبدو يغليو نحسبو لهم خمس دقائق ونطفاو الشراب تاعنا يكون واجد بالنسبة الاشخاص اللي عندها المحرار راح نخليوها توصل درجة الحرارة تحهم حتى الـ 118 ومن بعد نطفاو ونخليوها ينشف يبرد عفوان دونك نديرو سبعين ما سبعين فوندان سبعين تاع الشراب القليكوز نحطوهم على النار ما نحسبوش خمس دقائق حتى نتبدو الغالية جست هو يهز الغالية تاع وقد قد حنا نحسبوه سام مينوت ونطفاو عليها راهو واجد واذا كان عندنا المحرار راح نديرو نحسبوه الـ 118 هو يجوست يوصل الـ 118 حنا نطفاو عليه ونخليه واجد ويصبح الشحور سبيسيال تاعنا واجد وكن تمنى انه يعني يكون يعني بسط لكم فيه حلقة ما نقدر طنك هوليك الهنا الاخر تاعي بعد ما برد شوية راح نخلط الـ 150 جرام تاعي تاع البيستاش مع 30 جرام تاع السكر نعم طنك ونبدأ نضيف هذك شحور لباش ينجحي لكم الهنا الاخر تاعكم ما لازم نشتع جنوب بزاف كما تشوفو فيها راني غير نخلط غير بالمغرف علاش خطر ما يكلوكم انهم قعدون عجنوب فيه بيدينا بزاف ونفوتولو الشحور راح يبدا يطلق الزيت تاعه واذا طلقوا الزيت تاعهم راح يبسو لكم في ساعة ويجوكم صعب في التشكل ما ينجحوا الكمش ناوك نضيفوه فقط بحذر اللي هنا نحس فيها راه اضفت كمية مليحة راح نبدأ نجمع فيها بيديا نحاولوا نجمعوها فقط ونخليوها ترتاح اذا اللي هنا راني تقريبا اه يعني اضفت النصف تاع الكمية هذك اللي خدمناها والله هنا يا نفس الشي اللي درناه مع البيستاش احنا عودوه مع اللوز 150 جرام تاعنا تاع بودرة اللوز مع 30 جرام من السكر نعم بالنسبة الاشخاص اللي تحبوه حلوه بزاف راح تديرولو خمسة وربعين اما يلا بغيتوا الدرجة تاع الحلوة تكون مليحة ونحصوا بتاع الفستق راح نخليوها كيما درت انا يا وكيف كيف كيما لمينا لبات اللولا نزيدو الثانية راح نضيف غير بحذر برك هذك الشحور ونبدأ يعني نجمع غير بالملعقة برك حتى نحس باللي راني اضفت الكمية المناسبة وبعد نجمع بيديا اللي هنا كنت حصلت على اللي دو بات التاعي البات البيستاش والبات داموند اللي راح نغلفهم ونخليهم يروبوزيو على جنب حتى نبدأوا في التشكيل تاعنا تاع الحلوة اذا انا اللي هنا راح ندير معاكم هذا اللي مودال نسي ينوري لكم برك وهنا انتم وما عندكم كان ديمو لي تخدوا تخدموا بيهم اه كان المكسارات اللي راكم حابين تخدموا بيهم انا هنا خدمت بالجوز لبينا واللاصنوبر عندي لبيستاش والشحور اللي راح نلصق بيه دونك بش يجيونا الحبات تاعنا كامل مواسين ويجيو كامل كيف كيف دونك ينخدموهم كامل على نفس الوزن اللي هو 15 قرام دونك جميع الحبات كامل لازم يكونوا 15 قرام هنا موديل باسي تجد داني راح ندير لابول تاعنا تكون فيها 15 قرام ونبدأ نشكلها بها الطريقة اللي بغيتوا تخدموها يعني تميلانجيو لي دو بات ما بيستاش والاخرات ديرو كي ما نقولو طبقة طبقة انتوما حرين علش نديروهم كامل 15 قرام باش لما نحطوهم في لي كيسات تاحهم سبيسيال هدوك المارا دونك يجيونا كامل يعني نفس القيس بعد نجيب الشحور سبيسيال هو اللي نلصق به المكسرة التاعي اذا بالطريقة هادي نبدأ نديرها على شكل تاع نخلة كل اثنين حبات من الصنوبرا يكونوا انفاصل بعض عام وخاصة اذا شريتوا مثلا من ال مش محتم تشريوا كونتي تاي كبيرة تاع صنوبرا لبالي بلا راه غالي لانو الشباح راح ما يزلكمش بزاف دونك نديرو غير حبات من الفوق او ما يكلفكمش تماما حتى اذا شريتوا الكميات اللي كنت قلت لكم عليه هم تالي بيستاش واللوز واللوز مهمش راح يسقام لكم لانو كنتي تاكي ما قبت لكم راه هي صغيرة و راح تخرج لكم من الثنين الى ثلاثة بتاع سحنات اذا هذا هو الشكل الاول بالنسبة للشكل الثاني اللي هنا باش نديرو خمسة عشر قرام لازم نديرو كوريا وزنها سبعة قرام ونصف من تاع اللوز من عجينة اللوز وكوريا الثانية اللي هي من البيستاش نديروها سبعة قرام ونصف كذلك حتى هي وننصقوهم نحاولو نحلوهم غير شوية برك نديرو لهم شحون نلصقوهم بيناتهم ونجمعوهم مع بعضهم بهذا الشكل نحاولو نلصقوهم باش يبانون لحبة وحدة الحاجة المليحة في الحلوة التونسي انكم خاصة يعني كيما انا نحب بزاف نخدم كل شي بيدي اه دونك كي تلقوا لعنا لنفسكم مش محط مديرو نفس ليه مودي لانهم بزاف بزاف كين كذلك لي مولي هم مخصصين ليهم بعد المتوفرين في الاسواق وبما انه كورونا كينا دونك احنا ما خرجناش من البيت تماما وبنفس الطريقة الاولى اللي شفتوني بها لسقط المكسرات ولا تعنا الجافة دونك نزيد نلصق حتى هي بشحور وندير ليه بيستاش وندور بسنوبر بالنسبة الاشخاص اللي ما تحبش تذوق البيستاش وتحب تخدم فرد ذوق واحد ولكن عندها كيما نقولو نسبة قليلة تاع بيستاش راح تضطر انها تعمل كيما نعملو احنا نديرو اثنين كيلات تاع البيستاش مع كيلة تاع اللوز وكيف كيف ونديرو كيلة تاع سكر نعم ونجمعوه بالشحور برك انو سر هنا في النجاح تاحهم انو الشحور تاعكم يكون طيب كيما قلت لكم يا اما على مية وثمنتاش درجة يا اما نستنوه بعد ما يغلي خمس دقائق ونطفيه عليه وكذلك في العجن ما لازمش نحجنوه بزاف بش ما يتلقناش الزيت لانو لذا تلقلكم الزيتره وراح ينشف وراح ييبسوا ما يتشكل لكمش ما تنجحوش فيه اللي هنا الطريقة اللي خدمت بها كذلك اللي هنا في صبيعة تاعيت على فيضغ اه درت كيف كيف ورايا وزنها سبعة جرام ونصف ولتاع البيستاش كذلك سبعة جرام ونصف درتهم دي بودان وجمعت بيناتهم يعني بطريقة حلازونية اذا استخدمتوا نفس الوزن ما مش هتتعبوا فيهم تماما واللي هنا يأمن لما نحب نلصق لفيدغ دنك ما نمسحوش لحبة كما مول في نديرو لها اه شحور سبيسيال برك لي انو ديجا لا الاخر تاعنا يكون طري يعني الحشو بتاعنا ولا الابات تاعنا رم طريين احنا قطع برك هذي كلافي داخ ما نحكموهاش بيدينا نخدمو طول على الورقة باش ما تجيكمش العملية صعيبة لانو سقسيتوني بزي فعل اه على كيفاه نقدر نطبقها عليها بلا ما تفسد لي لنك هذي هي الطريقة يعني خليتها لكم بالتفصيل نو كي تكونوا تخدموا قدام الكاميرا راكم ما نجد نشوف الزاوية مليح اما كي نكمل الحبات الاخرين راي نحط الحبة قدامي دونك راي ما هيش صعبة تماما بعد ما ندور عليها راح نحي هذك الزايد بوسي تتسكين يكون ماضي برك وهاي ليك الحبة تاعنا تاع اللي مشكل راي واجده هنضيف لها فقط حبة من البيستاش ولا البينيو كي ما حبيتو بما انو اصفر ارتقيت اني ندير لها البيستاش باش يكسر لها اللون تاحا دونك هذو فقط كانت افكار باش تا يعني لطريقة تشكيل تاع الحلوة التونسي دونك سيت نعطي لكم اكبر عدد من موديلات اللي انا درتهم وبما انو انا نحب ومن موت على الكعكل التونسي اللي راح نديره لكم ان شاء الله في الايام الجاية دونك بغيت ندير يعني الشكل يشبه لهم وهو ساهل جدا لان انا ندير بول من كي ما نعرفوه كامل بلي الكعك تونسي يجي ابيض وهي ليك اللي هنا نحاول نفتحه على نفس يعني القطر اللي حليت به الحبة تاعي الاولى راح نحط فيه اه اي حاجة انو تعطيني نفس الضورة وناخذ نصفين من البيستاش ونلصق البيستاش تاعي على الجنب باش تعطينا يعطينا يعني منظر يوحي كأنو راهو الكعك كاكل ورقة بشوية عش حور ونلصق الحبات تاعي نكمل كامل الحبات ثم شكلوا لقد ما قدرتوه نروحو للتقديم اذا كانت هذي هي وصفتنا لنهر اليوم اللي هو لحلو تونسي سيت ندسل لكم الوصفة معتيت هلكمش يعني معقدة بزاف اتمنى انكم تجربوها خاصة في مناسباتكم وافرحكم ان شاء الله يروح علينا هرد الوباء ودهم الفرحة يا رب العالمين نقولكم الى اللقاء في وصفة قادمة سلام اشتركوا في القناة